أخيراً وبعد انقطاع دام ستة أشهر سيستانف العمل من مطاحن البحر الأحمر برنامج الأغذية العالمي وبعد يومين من تمكن مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة من الوصول للمطاحن يعلن استعداده لاستئناف أعماله في مدينة الحديدة إعلان جاء بعد إنهاء فرق المنظمة تقييمها الأول لحالة المطاحن ومخزون القمح وبحسب تصريح المتحدث باسم البرنامج تبدو المطاحن بحالة جيدة وتحتوي على قدر من الوقود ولم تصب مرافقها بأضرار حسب قوله خطوة كهذه جاءت نتيجة لجهود الأمم المتحدة التي لم تثمر حتى الآن عن أي نتيجة حقيقية على الأرض سوى هذا التقدم البطيء حسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة اتفاق تعثر كثيراً بسبب تعنت ميليشيا الحوثي التي استغلت وقوع المطاحن في خطوط التماس بين الطرفين ومنعت منذ سيطرة قوات الجيش على المطاحن وصول الفرق إليها رغم ما يمثله استمرار عملها من أهمية لحياة الآلاف من السكان خاصة مع احتوائها على أكثر من أربعين ألف طن متري من الغذاء كانت مهددة بالتلف طوال الأشهر الماضية في وقت يفصل الملايين عن المجاعة خطوة واحدة